النهاردة في دوري أبطال أوروبا مباريات في منتهى القوة ريال مدريد بيفوز على تشيلسي في عقر داره في ستانفورد بريج 3-1 هاتريك لأفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي كاريم بن زيمة هاتريك في الدقيقة 21 و 24 و 46 أول هدفين رأسياتين رائعتين من لاعب فز واحدة منهم زي الساروخ براسه أكنه شايتها برجله التانية فيها مهار التوجيه مش طبيعية والهدف الثالث جابه بخطأ من مين؟ من أدوارد مندي حارس شيلسي حارس المنتخب السنغالي خطأ فادح جدا عشان يفوز ريال مدريد 3-1 بالمناسبة هدف شيلسي جابه كاي هافرد في الدقيقة 40 هدف الوحيد كده ريال مدريد قطع شوت طويل جدا للدور القادم في دوري أبطال أوروبا مفاجأة بقى أنا في رأي مفاجأة وأعتقد في رأي كثير من الناس مفاجأة بيريالي النهاردة حتى لو على ملعبه فاز اليوم على بيرني ميونيخ 1-0 هدف بيريال جيه في دقيقة 8 عن طريق أرنود شرونتفالد واحدة من المباريات الكبيرة لبيريال بيريال على فاكرة عامل أداء محترم جدا وأداء مميز جدا في دوري أبطال أوروبا حاجة رائعة بالمناسبة في مبركات في الدول الإنجليزي النهاردة فاز فيها بيرني 3-2 على إيفرتون طيب نرجع مرة أخرى للدوري الممتاز النهاردة كان فيه كثير من الحالات اللي ممكن نقول عليها مسيرة للجدل وكان عليها خلافات في الأراء التحكمية كالعادة نسمع الأراء التحكمية من الخبراء التحكميين وخبرنا التحكيمي الدائم الرائع المميز كالعادة الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا يقول لنا رأيه في الحالات التحكمية في مباريات اليوم يا فندم صباح الخير مشرف ومنور صباح الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك وكل سلام طيبين رمضان كريم على الجميع إن شاء الله وحركة طيب وبخير طيب واحدة من الأقصى الحالات الإثارة للجدل اللي تكلم عنها ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا وحتى المحللين هي كرة لصالح الانتحاد السكندري ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم كانت ضد عمر سلايا لعب النادي الآله هل هذه اللعبة تستحق ركلة جزاء ولا لا؟ في الدير 84 اهمال من عمر السلايا في منطق الجزاء النادي الآهلي لم ينجح في لاب الكرة وتدخل بإهمال مع مهاجم للتحاد السكندري فده ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب وللأسف الفار ما قالش الغندور يروح يشوفها وطبعا ده خطأ كبير من حكم الفار الموجود وطبعا حكم غرض خطأ كبير من الحكم الموجود وطبعا ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب التحاد السكندري في الدير 84 ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب أرجع برضو يا كريم لركلة جزاء الأهلي هي ركلة جزاء صحيحة لا طبعا قبل ما نروح لركلة جزاء الأهلي حرج بتقول لي أن ركلة الجزاء دي التي لم تحتسب ضد عمر السلية هي ركلة جزاء صحيحة لصالح الاتحاد السكندري طيب في ناس قالوا انه هو داخلto بكثفه. داخل هو ماشي مع الكورة الكلم اللي بيتقال يعني انا بس ببقان بتحكيم اللي صلاه 아닙ام 어و اللي الحصن للرجل في الرجل او الفاخد فالفض ده التحام حصل اهمال منعمر استولية انا بعملك عمر لو انت خدت الكورة معنديش مشكلة معك خالص لو لعبت الكورة معنديش مشكلة معك خالص لكن الهتكيك اللي حصل الرجل في الرجل او الفاردة في الفارد مش الكثف أو كل يكبر جدا. لو الكثف وتكبر اقول لك اوكيد هلتحان طبيعي جدا وكث في كث. لكن انت دخلت ما اخدتش الكرة. عملت اعاقة للمهاجم اه اه اتساخدة في الفاخدة او الرجل في الرجل. وبالتالي دي اه ده اهمال من 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 المدافع الاهلي او لعب نصف الاهلي عمر السلية. كرة دي لو تنصف الملعب في اي مكان في الملعب راكل حرة مباشرة على على اللعب الاهلي. مم. ومدامة الخطأ حصل اه داخل مصود الجزاء باهمال في راكل الجزاء. طب سؤال. السؤال الدائم اللي بسألوك دايما في الزروف اللي زي دي. فين الفار? بالاسس ما اقول لحضرك الفار لازم يدي فرصة تانية لحاكم يشوفها. يعني الفار لازم يبعند له الشيس ان هو اللعبة دي تستحق آآ راكل الجزاء. ولازم يقول له تعالى اشوفها. وزي بالظبط ما عمل في لعبة الاهلي. آآ. لعبة الاهلي اللي تم احتسابها. راكل الجزاء صحيحة تم احتسابها في الديار 14. الكرة تلعبت في سدر اللعب الدفاع المدافع للاتحاد. وميسدر الايد اللي موجودة في فضحة غير طبيعي مكبر الجزء. وبالتالي راكل الجزاء الصحيحة الحكم ما شافاش في الملعب. وبالتالي هو ده خطأ الحكم ما شوفش في الملعب. الجي الزار استدعى شافها وبارتياحية خالص رجع براكل الجزاء واحتساب براكل الجزاء الصحيحة وتمايز من الزار وتمايز من الحكم ان رجعت للقرار الصحي وراكل الجزاء صحيحة لنادي الاهلي. طيب. طيب. ولازم يعمل ذلك في نفس اللعبة فراجل جزائيه طيب ضرب الجذائر الاهلي صحيحة صحيحة القرى الأول خوضت في الصدر لعب الكورة اللعيف خوضت صدره وقات في ايده قهواته غير طبيعي مكبير الجسم وبالتالي ركل الجذائر الصحيحة تم احتسابها و هذا تميز من الضار والحكم ان اكتشف الحالة و بدأ الحكم نفس الكلام نفس المعيار خذوا ركل الجذائر الاتحاد الذاتي لهم كافتسب كان واجب على حكم الفار يسترق الحكم يشوفها وياخد فرصة تانية عشان برضو يدي الانتحاج حقه ويدي الراكل الجزء طيب ناحية تانية طرد محمود الوينش في مباراة بيراميدز شايف الطرد صحيح تحديها الانذار الثاني الانذار الثاني في الديئة 94 الكورة كانت هاجمة وعدة للنادي بيراميدز الوينش لعب الكورة بإيدو اللعبة الأولانية مش فيها حاجة لكن هي اللعبة التانية الاستكمال للعبة التانية اللعبة الكورة بإيدو وده منع فرصة وعدة مش كل يمت تيدي في أي حفاية ما كان في الملعب مش كل يمت تيدي الحصة بانذار لكن دي هاجة لم تيدي منع حجمة وعدة لفريق البييراميدز انذار صحيح من أمين عمر وكان انذار الثاني وطرد سليم الوينش طيب هل فيها أي حالات لفتت نظر حضرهاك النهاردة تاني كي تمشيرها للجدد يعني أنا باتكلم في مطش الأهلي ما كانش فيه بس الحالة التحادس كان داري في مطش زمالك كان فيه حالات كتيرة موجودة والانذارات بفعلا أمين النهاردة كان مميز جدا في انذاراته انذار الوينش الأول في الديا 27 واخد الانذار الثاني مستحق انذار طارح حامد في الديا 86 كان انذار مستحق انذار أوبانا تدخله للتهاول في الديا 86 كان انذار مستحق في لعبة في الديا 70 تسلل على الناس الزمالك العيد كان في موقف تسلل هو لعبة الزمالك وهو ما رحش في الكرة وبالتالي يملت الكرة طارح حامد راح بيها كتهاجم وعدة والمساعد تستفرع في رفع الراية كان تسلل غير صحيح ديات كان فيها ويت ان دي سي لازم انتظر واشوف مين اللي هيلعب القرى ومين اللي يوصل القرى فده برضو خطأ كان موجود في ماتش الزمالك لكن في ماتش الزمالك عموما الأخطاء غير مؤثرة عندما تجد مباراة الماتش كان ماشي كويس والتحكيم كان ماشي كويس لكن انا بكلم في ماتش الاهل والاتحاد في خطأ موجود صحيح وفي ماتش الاهل والاتحاد برضو كان فيه هدف مالغ الحادس كان داري التسلل كان التسلل صحيح مزوغ ومساعد رفع في الملعب والمراجع من الغار والإلغاء كان سديم كابتن جهاد انا بشكرك كالعادة كابتن جهاد جريشا خابرنا التحكيمي الكبير انا بشكرك شكرا جزيلا